أنا أذكركم بشيء بقصة وأنا كنت في الجامعة وأنا كنت في الأسنسير يعني وإمرأة من هذه النوعية كانت تقول أن أنا أظن أن الجماعة الجماعة يعني بين الرجل ومرأة أنه بني اجتماعي قلت له نعم نعم عجيب عظيم يعني تفخمت له وقلت آه عظيم كلام عظيم إذن الإغتصاب هو بني اجتماعي فتفاجأت من هذا لأنه كأنهن لا يعلمن عواقب الكلام الذي يقلنه يعني هم يقلن أن إلا قالت أن الجنس بني اجتماعي فبالتالي إغتصاب بني اجتماعي لو قلت أن الذكورة والأنوثة بني اجتماعي ولكن في أشياء أخرى وقد ذكرتها في الحلقة باللغة الإنجليزية وهذه الأشياء هي لا تخص حقيقة كثير منها لا تخص مفهوم الموجة الثالثة من النسوية ولكن أقول شيئا واحدا حتى قبل أن ننتهي أن التحرك من الموجة الثانية للموجة الثالثة لينخص الأمر حصل حين ذكر هذا الشيء اسمه التداخل في الموصفات وقد ذكرته كيمبلي كرانشو شيء آخر ما ذكرته قبل هو أن في أول الأمر الأمر اللي هو النسوي وكذا كان مختص بأصوات بيضاء يعني الرجل لا أقول رجل المرأة البيضاء الآن كانت مسيطرة عن الأمر فكثير من النساء السود اللواتي كنا يضطهضنهم يعني أنهم اضطهضن من قبل الرجال وكذا وكنا لهن مشاكل خاصة بهن مثل أودري لود وبالهوكس وكذا هم قلنا أن الأمر هو مختلف بالنسبة لنا والأمر التسعى ولذلك التحرك حصل من الموجة الثانية إلى الموجة الثالثة لأن كثير من الناس حسوا بأنهم كانوا خارج الخطاب العام فبالخلاصة الشديدة نقول أن الفرق الرئيسي بين الموجة الثانية والموجة الثالثة من الناس ويا أن الموجة الثالثة تركز في مسألة الانتسكشناليتي وبه لهم فلسفة معينة اسمها وها تسمى ما بعد الحضارة وهي أسست من أناس أو فلاسفة مثل نيتشا وجاكوز ديريدا ومايكو فوكو وغيرهم من الفلاسفة وهم كانوا مهمتهم فقط أن يدمروا أو يفكوا الخطابات العامة بما فيها من الأديان وكذا ولذلك كثير من كما ذكرت في الحلقة الماضية مدعي الموجة الثالثة كنا يهاجمنا مفهوم الأبوية أو البيترياكي لأنها هو نفسه خطاب عام وهو قابل للتدمر أو للتفكك وأي شيء هو خطاب عام فعند أولئك الpostmodernist أو poststructionist أو ما يسمون بما بعد الحضارة فهو قابل للتفكك ولذلك يحصل كثير من التناقضات عندهم يعني المرأة تأتي وتتكلم وتقول لابد أن نفعل كذا وكذا وبها هي تؤسس خطاب عام فكأنها تناقضت لأنها في أول الأمر ذكرت أنها ستستخدم طريقة ما بعد الحضاريين وهذه طريقة تدميرية الأصل وطريقة تفكك الخطابات العامة فكيف تفكك ثم تبني شيئا هو قابل نفسه للتفكك وكل هذه التناقضات الموجة الثالثة من النسوية وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته